رغم المزاعم الحكومية بالاستقرار الاقتصادي والسياسي في العراق ومحاولات السوداني حزد الدعم الدولي لحكومته إلا أن الواقع يشي بغير ذلك حيث فندت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مزاعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العراق بإعلانها عن وجود 2.5 مليون عراقي أغلبهم من النازحين ما يزالون بحاجة إلى مساعدة إنسانية فضلا عن نحو مليون آخرين يعتزمون تلقي المساعدة السلطات الأمريكية من جانبها تعمدت التذكير بتمديد المرسومة الذي وقع الرئيس جو بايدن لحالة الطوارئ المتعلقة بالأوضاع في العراق لعام آخر في وقت كان السوداني بزيارة إلى واشنطن في إشارة سياسية عن وضع أموال العراق تحت الوصاية الأمريكية لتبدو الرسالة الأمريكية في غاية الوضوح بأن الهدوء السياسي الخادع الذي تعيشه حكومة الإطار التنسيقي ليس موضع مئنان مؤسسة غالوب الأمريكية للأبحاث اعتبرت الإعلان الأمريكي عن تمديد حالة الطوارئ للعراق بالطريق التي جرت مؤخرا جاء لتأكيد رسالة الأمريكية السابقة مفادها أن واشنطن ستنظر لأفعال حكومة السودان الحالية لا لأقوالها تقرير الوكالة الأمريكية تزامن مع تقرير لمعهد واشنطن أكد عن أن ثروة العراق لا تؤهله لتبوء مراتب متقدمة بين الدول الغنية بسبب غياب العدالة السياسية والاقتصادية في تقسيم ثروة البلاد والفساد المستشري معلنا دخول العراق مرحلة خطيرة بشكل فريد بسبب تمكن حلفاء إيران من سيطرة لا سابقة لها على البرلمان والقضاء وسلطة التنفيذية ونهبهم أموال العراق وثرواته وحاول السودان خلال زيارته إلى الولايات المتحدة أن يوحي بأن الصراعات بين القوى والأحزاب انتهت وأن حكومته متفرغة حاليا للمشارع الاقتصادية والخدمية إلا أن هذه المحاولات لم تفلح في الحصول على وعد برفع البنوك العراقية من قائمة العقوبة الأمريكية خلال لقاء السودان بمسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية بسبب عدم سيطرة حكومته على ملف تهرب الدولار إلى إيران